موسيقى قال يسوع لا تحكم حسب الظاهر بل احكم حكما عادلا تعرف كتير مرات احنا من ميل للحكم بولوس لما كان رايح لسجن روما كان في السفينة وتكسرت نزلت السفينة على جزيرة تسمى جزيرة ماليطا او مالطا وبعدين هو عم بيجمع الحطب وبيشعل النار خرجت افعة ونشبت في اصبعه كانت افعة سامة طبعا كل عم بيطلع بقول هذا الشخص هارب من العدالة طب عدالة السماء خلاص مسكته وراح ربنا ايدينه نفض الافعة في النار وبعد شوي شافوا انه ما تورم ما صار فيه اي شيء لم يسقط قتيلا لانه الافعة سامة فحكموا انه هو اله فبالحالتين كان الحكم غلط حكموا انه هارب من العدالة وحكموا انه هو اله لكن كانت فرصة لبولوس انه يتكلم عن يسوع في جزيرة مالطا المسيح طبعا لا يرفض النقد او التقييم وانه بيتكلم عن النقد المميز او النقد الباني بيتكلم عن قدرة التمييز وهي بنحكيه في الحلقة القادمة عن لا تطرحوا درركم قدام الخنزير يعني الاشياء الثمينة لا تعطيها باستهتار او باستهانة فالتقييم انه يكون لنا عقلية نافذة ذهن مستنير طبعا وقدرة على التمييز طبعا احنا لازم ندين الظلم الاجتماعي والفساد والخطيئة في كل مكان لكن خلينا نتبه لانفسنا في قصة عن داود لما ارتكب خطيئة الزنا مع بات شبع بعدين اجا النبي يوابخه فاتكلم في مثل عن النعجة وطلبها من يعني الشخص الفقير طلب من اللي عنده غنم كتير فشو حكمك يا داود اصدر حكم قال يقتل الرجل فعلى طول النبي قال انت هو الرجل فمرات كتير ما نتسرع بالحكم لانه لما نتسرع بالحكم احنا بالواقع عن من دين انفسنا ترجمة نانسي قنقر